تحدي في سيليكون فالي على سبيل المثال حول هذا الموضوع ينضم إليه الآن هنا في الستوديو رائد المصري وهو مؤسس ترانسفورم في سي أنا وسهلاً فيك معي رائد ترانسفورم في سي طبعاً هو صندوق استثمار جريء مثل ما منسمي وانتوا عندكم هدفكم أنكم بتساعدوا الشركات الناشئة والأنتربرنرز الرواد لأن يصلوا إلى اليونيكورنز أن يتسارعوا نمو الشركة بحيث تصبح شركة قيمة مليار دولار أو أكثر كيف؟ سيدتي هذا الكلام صحيح بس احنا عنا هدف اجتماعي وهدف تجاري أكثر من اليونيكورن بأن اليونيكورنز يكونوا بسيليكون فالي بأي مكان التكنولوجي يتحرك بسيليكون فالي مش بالمنطقة العربية بسيليكون فالي بالتحديد بس احنا عنا هدف أن نساعد لإنشاء ألف مليار دير عربي بسيليكون فالي خلال سنة 2040 ألف مليار دير عربي بسيليكون فالي بنا نكون مؤثرين بنا نكون مؤثرين محلمة تكنولوجيا عم تنعمل مش محلمة عم تستهلك فبالتالي سيليكون فالي 99.99 من أي شيء تكنولوجيا بتلمس حياة مليارات الأشخاص مخترعت بسيليكون فالي احنا بدنا نفوض بسيليكون فالي نعتبر هذه المقارنة الرياضية بسيليكون فالي احنا بدنا نفوذ بتشامبين فالي بنا بنا نفوذ في وقت دير هي اللي هي سيليكون فالي. طيب شو اللي بيخول الرواد العرب بسيليكون فالي انهم يقدروا يوصلوا ليصيروا هالملياردارية متل ما انت عم تسميهم. احنا المؤثرين مش بس ملياردارية. بدنا الملياردارية المؤثرين. وشبابنا وشباتنا ما بنقصهم شي. سوى الطموح والمثابرة. هاي الأمور عندنا اياها. بس لازم نلعب في الملعب الصح. طيب. سيليكون فالي. واحنا هذا دور الملعب ترانسفوم في سي. من ساعة شبابنا وشباتنا تكراك تسليكون فالي كود في ويكس. شو الفورمولة. يعني هلأ ما في فورمولة معينة بس احنا بشكل عام. عندنا ثلاثة كريتيريا. حتى انو نستمر في التدقيق بالشركة. اذا هي شركة مناسبة للاستثمار او لا. اول شي. ما بنحب الاشياء الكتير سهلة تتكرر. فديب تكنولوجي يكون فيها امور علمية. هاي اول شغلة. ثاني شغلة نتورك افاكتس. نتورك افاكتس هي اهم اخترع. او اهم كونسبت من لما الانترنت اخترعت. معناتها كل ما يكون عندك زبون زيادة بصير. او تأثير الشبكة ترجمتها بالعربي. كل زبون زيادة بتصفي النتورك قيمتها بتعلها. التقليدي هو التلفون نتورك. او تخيلي اول شخص كان عنده موبايل. يعني عديم الفائدة. ما في حدا يكلمه. لما صار في شخص ثاني عنده موبايل. النتورك قيمتها دبل. نعم. لما صار شخص صارت عنده موبايل. قيمة النتورك تريبل. فبالتالي احنا منطلع على الشركات اللي دفاعها او خط دفاعها بقوى عبر الزمن. من خلال النتورك افاكتس. لانه لما واحد يعمل منتج جدا مميز. ويصير في نجاح تجاري حيصير ميت كابيكات او ميت حدا تاني بقلده. طيب كيف نفوز كل الماركت او معظم الماركت. لازم يكون لنا نتورك افاكتس. انه شغلة يتقويك عبر الزمن. طيب احنا اذا كل. اذا قلت لي المثابرة وال. الطموح. والطموح. طيب هذا المثابرة والطموح ليش يروح على الولايات المتحدة وعلى سلكون فالي. لحتى يوصل. لا يصير ملياردير مؤثر. شو اللي بينقص من انه ما يقدر. يعني احنا ما عرف الدول هون الحكومات خاصة بمنطقة الخليج عم تعمل جهدة. لانه تفاعل. فعليا المنطقة والإنفرستركتشر والإيكو سيستم. مشان يقدر يحتضن. هالطموح وهالمثابرة. صح. هاي الامور ضرورية واللي بتعمله الحكومات العربية جدا مميز. بس برضو لازم نعرف انه سيلكون فالي صار لها بتعمل موضوع هاي عشرات سنين. لما سيلكون فالي مثلا تكون تعلمت درس معين. عبين ما درس هذا يوصل لأي منطقة تانية. ما بحكيش حتى انا الوطن العربي حتى يوصل لكندا او يوصل نيويورك. عبين ما يوصل لهناك. بكون سيلكون فالي وصلت لدرس رقم خمسين. عبين ما. طبعا اذا بتاعطي كل العقول وكل الطبوح وكل المثابرة اللي موجودة عندي وابعتها باتجاه سيلكون فالي شو بيقولي. شو استفدت. انا انت عم تقولي انه في رسالة في في سوشل امباكت للعالم العربي. طبعا. نحن عم نحتي على رواد عرم. طبعا. لا لا وبعطيك اكزابل كثيرة. مجتمعنا كثير مرتاح بشكل كبير انه نبعت ولادنا وبناتنا لخمسة الى خمسة عشر سنة يدرسوا بره يدرسوا طب او هندسة. اعتبروها نفس الشي. خلي شبابنا وشباتنا يجي يبدو شركة بامريكا بسيلكون فالي. طيب اللي هيصير انه صح ثابوا في يعني ماشي الحال. بس انه شبابنا وشباتنا بصيروا مؤثرين عالميا. وبالتالي مؤثرين برضو عم نطقتنا بشكل ايجابي. واكبر مثال في عنا مثال عديدة من زي حبيب مي حبيب لبنانية خالد حسونة. خالد حسونة ايلان ماسك ايلان ماسك اخترع سيارة كهربائية واحدة. بينما خالد حسونة بيوفر طاقة كاملة لأي سيارة كهربائية. طاقة كاملة لأي سيارة لأي براند بخمس دقائق. طيب هذا شب عربي. وهلأ بده يفتح مصنع بطاريات بالوطن العربي عشان يصير يصدر للاوروبا. تخيلي الوطن العربي حيصير يصدر تكنولوجيا للاوروبا. طيب هذا المنتج لو ما كان تم اختراعه بسيليكان فالي ما كان قدرنا نعمل هالشي اللي احنا كفي. فتأكدين انه كل شبابنا وشباتنا فخورين بعروبتهم. واحنا ما اعتبرين انه التجربة سليكان فالي لازم نخضها بالكامل. ما نحن لا نقص في تاك توريزم. يعني انت عام تستخدم البلاتفورم ام تستخدم الايكو سيستم الموجود لانك توصل للماركت. تخلق البروداكت وبعدين بتجيبه لهون وبتصدره بترجاله. الضبط. واننا يعني ما نحن ما يعني ما نقص في تاك توريزم أو السياحة التكنولوجية. واحد يجينا ع سليكان فالي شهر شهرين أو أربعي والأنا بعرف سلكون فالي هذا ما مفيد لازم وحدي يجي يغرس حاله ويتعلم الدروس يأكله كمين كاف وبوكس فهم عليه لأنه هاي هي الشركات الناشئة ما في النجاح غير مضمون بس هي المثابرة والطموح نرجع لهم هلول هم الانجريديينس النسيساري لنوصل الهدف رائد شكرا جزيلا لك رائد المصري مؤسس